تقدم تاريخي بانتظار النشامة والسقور لم يكونوا على الموعد ودور الأبطال على صفيح ساخن خليكم معنا بحلقة جديدة من جرينتا أهلا بكم منتخبنا الوطني يخوض المباراة الرابعة في العام 2023 واللي رح تكون بعد بكرة مع النرويج يوم الخميس فاز في ثنتين على الفلبين وجمايكا وخسر من صربيا بس هالمرة المنتخب تحت قيادة فنية جديدة مع المدرب المغربي إحسان عموتا ليش لازم نفوز على النرويج في أول مباراة لعموتا؟ لأنه فوزنا على أرض فريق أوروبي بمباراة التوقف الدولي وعلى منتخب بحتل المركز 44 عالميا يعني بيخلينا نحصل على نقاط عديدة بالتصنيف الدولي وبخلينا نتقدم كثير علمان بأنه حاليا نحتل المركز 82 عالميا وغير الفوز عشان التصنيف فإن الفوز على منتخب بضم هالند وأوديغارد أمر مميز لللاعب الأردني اللي رح تقوى سمعته كمان وكمان في حال قدموا أداء جيد في المباراة بنعول بمنتخبنا على استمرارية تألق اللاعب موسى التعمري اللي عامل شغل رهيب بالدور الفرنسي مع فريق مونبلية بعد تسجيله ثلاث أهداف من أربع مباريات بالدوري هناك ومتفائل باللاعب أنس العوضات لو شارك اللي حاليا بنافس كريستان رونالدو على جائزة أفضل لاعب في غرب آسيا بشهر ثمانية والمنافسة مولعة بينهم على تصويت الموقع تبع الاتحاد الآسي خلال 36 مباراة سابقة للمنتخب الوطني أمام منتخبات أوروبا فزنا ب11 مباراة وخسرنا ب15 وتعدلنا في 10 مباريات وخلال هالمباريات سجلنا 35 هدف وتلقينا 40 هدف علمنا بأنه مباراة واحدة ودية جمعتنا مع النرويج وتعدلنا بدون أهداف في 2005 السقور للأسف ما كانوا على الموعد في مونديال السلة واحتلوا المرتبة الأخيرة بعد مستويات متواضعة وهزيلة خلال البطولة وخسرنا ب5 مباراة أمام كل من اليونان ونيوز لندا والولايات المتحدة الأمريكية مصر والمكسيك لا تكون أسوأ مشاركة إلا في البطولة بعد مشاركتين سابقتين كانوا أحسن من هيك بكثير الإخفاق بتحمل مسؤوليته كافة أركان اللعبة والنقطة اللي لفتت انتباهي بالبطولة وبتمنى في قادم الموعيد التركيز عليها بعيدا عن الأمور الفنية اللي هي نخلي كل اللعبة حافظ السلام الملكي وتردده قبل بداية المباراة بس دور الأبطال هاي السنة غير في ظل فقدان العديد من النجوم اللي راحت للسعودية لكن هاي البطولة بعمرها ما بتفقد بريقها شو ممرات السنين سماع النشيد لحاله كافي انه يخلي البطولة فوق أي بطولة أخرى حتى لو كانت هاي البطولة كأس العالم جميع المجموعات جاءت تقريبا متوازنة وعدي إلا مجموعة واحدة سميت بمجموعة الموت وهي اللي بتضم بروسي دورتموند الألماني باريس سان جيرمان الفرنسي اسم ميلان الإيطالي ونيو كاسل يونيتد الإنجليزي هاي المجموعة صراحة ما بتعرف مين راح يتصدر ومين راح يحتل المركز الأخير مش غريبا نشوف نيو كاسل بالصدارة وباريس الأخير أبدا رسالة أخيرة بحلقتنا مش يعني أنه مباراة الاتحاد والهلال بالدور السعودي واللي انتهت أربع ثلاث للهلال كانت قوية بسبب النجوم الجديدة زي بنزيمة ومتروفيتش بل هذا الكلام يعني أنه أي حد الآن بلاش يحكي عن الدور السعودي انت حديث على كرة القدم ومتابعتها هذا الدوري قوي ومثير من أول ما أنا وعيد على الدنيا على الأقل وما زادت قوته بوجود هالنجوم بس زادت متابعته وجمهيريته لا أكثر ولا أقل وسؤال حلقتنا لليوم بيحكي عن مين صاحب آخر هدف أردني بشباك منتخب أوروبي حكينا عنه بالحلقة لو ركسته ولو رعفته الإجابة اكتبوها بالتعليقات وقبل الختاب لا تنسوا تتابعوا شبكة مرصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي لايك على فيسبوك فلو على انستجرام سبسكرايب على يتوب واستنوني في الحلقة الجاي معي أنا مهانج ويلس دمتم في أعمال الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا